لذا كان لابد من العودة وتسليط الضوء على مسيرة نجم الجيل الذهبي للكرة العراقية المحبوب أبوهايا قصة النورس الساحر الراحل مع مديا الردوان نتابع يا هوى بغداد دفيني بلوعي أدري بيكشك في الحال يا هوى بغداد يمتى يمتى تصفى من الغبار هوى بغداد وغبارها مستمر هوى بغداد طل علينا بخبر رحيل اسطورة رياضية نالت حب ورضى الجميع أحمد راضي خبر وفاته بسبب جائحة كورونا تصدر مواقع التواصل في عدد من الدول العربية لماذا أحمد راضي الرياض السياسي لماذا أثار رحيله هذه الضجة والجواب لن يكون بسطور قليلة ضمن التقرير لكن بإيجاز سنسرد مسيرة مرصعة بالألقاب مليئة بالفرحة فهو كان عرابها في الأندية والمنتخب كان نورسا حط الرحال في الزورة ابن الكرخ الأصيل وانتقل لوقت وجيز إلى الوكرة مع المنتخب مع الأسود كان أحد أسباب التأهل إلى كأس العالم عام 86 في المكسيك وصاحب الهدف العراقي الوحيد في النهائيات على البلجيكا لم يتوقف العطاء فكان له دور في لم شمل الكرة العراقية والتأهل الأولمبي عام 2004 وهذا الجيل سيحصد الآسيوية لاحقا اعتزل عام 97 اعتزل صاحب الفرحة بعد الاعتزال بسنوات دخل المجال السياسي كعضو في مجلس النواب عام 2008 وعاد إلى المجال الرياضي كعضو في لجنة الشباب والرياضة حسية أنني قاعدت عرقان وسخون عالية عندي وصار عندي ضيق تنفس في تاريخ الـ 21 من يونيو جاء خبر وفاته بسبب كورونا جاء الخبر كسائقة على الوسط الرياضي العراقي والعربي بالمجمل وحتى التلفزيون البلجيكي نقل خبر وفاته أحمد راضي حالة عراقية واحد رموز الرياضة العربية نورس أسطورة بإنجازاته بأخلاقه بحبه من الكرخ إلى الكرخ عاد مدن الرضوان صدى الملاعب